اشتركوا في القناة والشكر لسرعة الاستجابة للدعوة الطريقة لعقد اجتماع اليوم وهو الاجتماع الذي يجسد ايماننا بمسؤوليتنا المشتركة وحرصنا على تعزيز العمل الجماعي الافريقي ويأتي اتساقا مروح ومبادئ التضامن والاخوة والوحدة مع السودان الشقيق الذي يشهد حاليا مرحلة استثنائية من تاريخه وتفعيلا لمبدأ الحلول الافريقية للمشكلات الافريقية السيدات والسادة اسمحوا لي ان اتوجه في بداية اجتماعينا هذا بتحيط تقدير واعتزاز للشعب السودان الشقيق الذي اثبت بسلوكه المتحضر والسلمي قدرته على التعبير عن ارادته وطموحاته المشروع في التغيير وسعيه الى تحول ديمقراطي قائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية وارساء العدالة وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية بما يعكس الارس الحضاري والتاريخي للسودان الشقيق وان اؤكد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وارادته الحرة في سياغة مستقبل بلاده وما ستوافق عليه في تلك المرحلة المهمة والفارقة في تاريخه ان اجتماعنا اليوم يهدف لبحث التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهوز الشعب السوداني لتحقيق ما يسجو اليه من امال وطموحات في سعيه نحو بناء مستقبل افضل اخذين في الاعتبار الجهود التي يبزلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل الى وفاق وطني يمكنهم من تجاوز تلك الفترة الحرجة وتحدياتها لتحقيق الانتقال السلس والسلمي للسلطة وإتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة اراضيها من اجل الحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى وما يترتب عليها من اثار مدمرة على السودان وشعب الشقيق وعلى المنطقة برمتها الحضور الكريم ان ترسيخ مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية لهو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهنا فالدول الافريقية اكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية اوضاعها ومن ثم فيا الاقدر على ايجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية تحقق مصالح شعوبها وتصونها من التدخل الخارجي في شونها او فرض حلول خارجية لا تلائم واقعها فلكل قارة خصائصها ولكل دولة خصوصيتها ومن ثم جاء حرسونا على اهمية ان يؤدي هذا الاجتماع للتعرف على التطورات ومجرية الامور في السودان واستشراف ما يرى السودانيون انفسهم حيال مستقبلهم وسبل استعادة النظام الدستوري واقامة الحكومة المدنية في اطار عملية ديمقراطية يشارك فيها السودانيون كافة وبما يسهم في ايجاد حلول تتوافق مع طبيعة الاوضاع على الارض وتراعي متطلبات المنعتف الخطير الذي يمر به السودان كما تأتي مشاركة السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عقب زيارته مؤخرا للخرطوم وشرح الجهود التي يبزلها ورؤيته للتعامل مع التطورات على الساحة السودانية لتتيح المجال لبحث سبن معاونة السودان على تخطي هذه المرحلة بسلام ونؤكد في هذا السياق أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة في السودان يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي وتوافقي يحقق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتنمية والاستقرار ودع تصورا واضحا لاستحقاقات هذه المرحلة ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة مع أهمية إتاحة الفرصة والوقت الكافي للأطراف السودانية للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة ونحن كدول جوار للسودان ودول تجمع الإيجاد وكشركاء إقليميين نتطلع لتقديم العون والمؤاذرة للشعب السوداني وصولا إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه السادة الحضور الكرام في ظل حساسية الحدث التاريخي في السودان وأهمية تحديد المصاري السياسي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية على الساحة السودانية فإنه يتعين على المجتمع الدولي إبداء التفاهم وتقديم الدعم والمساندة للمساهمة في تهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب السوداني إضافة إلى أهمية دور المجتمع الدولي في تخفيف وضعة الأزمة الاقتصادية الضغطة التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقود من فرص تحقيق الاستقرار لذا يقع على عاطق الدول الشقيقة والصديقة للسودان والأطراف الدولية كافة تقديم الدعم والمساعدات لتمهيد الطريق أمام انطلاق السودان لرسم مستقبل جديد وفي الختام لا سعوني أيها الإخوة سوى الإعراب عن الشكر والتقدير للجهود التي تبزلونها جميعا متمنيا أن تكل الأعمال اجتماعينا اليوم بالنجاح والخروج بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية السودانية نحو مستقبل أفضل في ظل وحدته وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني وأدعو الله عز وجل أن يسود السلام في هذا البلد الشقيق وأن يوفقنا في سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفي مختلف ربوع قرتنا العزيزة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا